موسيقى أهلاً ومرحباً بكم ونرتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم مع 10 سكايب حديث عراقي قبل أيام أصدرت وزارة التخطيطة الحالية بياناً أو أحصاءاً عن نسبة الطلاب المتسربين في العام الدراسي 2020 وبحسب المراحل الدراسية عندما تقرأ هذه الأرقام التي أشارت إليها وزارة التخطيطة برغم التشكيك بهذه الأرقام لأن هذه حكومة كاذبة وهذه سلطة كاذبة يعني تحاول أن تجمّن نفسها بكل طريقة لكن مع ذلك مع التجميل مع الكذب مع الادعاءات الباطلة الأرقام صادمة جداً وسأقول لكم لماذا صادمة؟ يعني نسبة المتسربين الذين يتركون المدارس من الفئات العمرية بالابتدائية والمتوسطة والثانوية يعني طبعاً لم يقدموا إحصائية أو عدد المتسربين في الجامعات مراحل الجامعية لكن قدموها المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المرحلة الابتدائية يقولون يعني هذه البيانات وزارة التخطيطة الحالية تقول أنه في عام 2020 نسبة المتسربين في التعليم الابتدائي كانت 11% يعني كل 100 الضالب يدخلون إلى المدارس الابتدائية 19 شخص منهم 19 طفل منهم يتركون المدرسة لا يكملون الدراسة تحدثت أيضاً أن نسبة التعليم في المرحلة المتوسطة نسبة المتسربين تكبر هنا نسبة المتسربين في المرحلة المتوسطة 47% لاحظوا يعني كل 100 شخص يدخلون إلى المرحلة المتوسطة التي هي من الأول متوسط إلى الثالث متوسط كل 100 شخص يدخلون إلى كل 100 طالب يدخلون إلى المرحلة المتوسطة 47 طالب منهم يتسربون يتركون الدراسة كما تحدثت أيضاً النسبة الأكبر أيضاً تعليم الثانوي الذي يبدأ من الرابع الثانوي إلى السالس وتنتهي كمرحلة مهيئة للجامعة يعني صف الرابع والخامس والسالس هذه المرحلة الثانوية نسبة المتسربين فيها 72% لاحظ الرقم 72% يعني كل مئة طالب يدخلون إلى المرحلة الثانوية يتسرب منهم 72% تركون الدراسة يعني من يمستمرون في الدراسة ليس أكثر من 28 طالب فقط من كل مئة من كل مئة 28 طالب فقط يستمرون بالدراسة طبعاً هؤلاء الثمانية وعشرين يجد رح يطلعون معدلات شوان دراستهم شوان وضيتهم هذه يعني لها حسابات أخرى تحدثت أيضاً وزارة التخطيط تقول أن نسبة الأمية في العراق الآن ارتفعت يعني الذين يبلغون الأعمار من عشر سنوات فما فوق 13% نسبة الأمية يعني لا يقرأ ولا يكتب نهائية 13% إذا ما حسبنا 13% يعني بالقياس إلى عدد سكان العراق 40 مليون يطلع عددهم وفقاً لوزارة التخطيط هذه 5 ملايين و 200 ألف مواطن عراقي لا يقرأ ولا يكتب هذا بلد بلد الحضارة بلد العمق التاريخي هذا الكبير 10 ألف و 12 ألف سنة في عمق التاريخ هذا البلد اللي كان مهد الحضارة اللي اخترع القوانين اللي اخترع العجلة يعني علم الناس الكتابة الخاط علمهم الزراعة علمهم إنشاء المدن هذا البلد الأول في العالم الآن نسبة الأمية بـ 13% باعتراف وزارة التخطيط يعني 5 ملايين و 200 ألف والعدد طبعاً أكبر من هذا بكثير العدد وفق إحصائيات من منظمات كثيرة يتجاوز 9 ملايين مواطن عراقي لا يقرأ ولا يكتب فأنت ثلث مواطني العراق لا يقرأ ولا يكتبون الأمية فيها هذا عدد الأمية المغلفة الأمية الأخرى لأنه كثيرين يحملون شهادات علية لكن عقولهم عقول خاوية مع الأسف وتحاول خاوية لأنها تحاول إيذاء العراقيين وسلبهم أموالهم وسلبهم حياتهم واستيلاء على كل ما يملكون فهذه أيضاً أمية هذه أمية وترهن إرادة العراق للغير وهذه أمية لاوطنية طبعاً هذه انتقاص من الوطنية وانتقاص من الإنسانية وانتقاص من حياة الناس هذه لا تحسب يعني مثل البطالة المقنعة التي ست ملايين موظف يعمل نسبة العمل اليومي لكل موظف لا تتجاوز 8 دقائق في 8 ساعات يعمل دقيقة واحدة في كل ساعة هذه بطالة مقنعة عدل عدل بطالة الحقيقية التي تتجاوز 8 ملايين سبع ملايين 8 ملايين وأكثر مواطن عراقي وغلبهم من الشباب القادرين على العمل فبالتالي هذه صورة العراق طبعاً 3.5 مليون طفل عراقي الآن محرومين من الدراسة من حقوقهم في التعليم هذه وفق إحصائيات يعني منظمات عراقية وزارة التخطيط ومنظمات عالمية 50% من المدارس مثل ما هو معروف من مدارس العراق مدمرة نحتاج إلى أكثر من 14 ألف مدرسة لدينا 11 ألف مدرسة طينية أعداد المعلمين والمدرسين الكفوئين يعني تتناقص لا توجد دورات تأهيلية الحكومة غير مسؤولة ولا يعني غياب أي دور لها في تأهيل المدرسين والمعلمين والارتفاع بقدراتهم مخيوات اللاجئين هذه التي النازحين التي أغلقت قصرا من قبل الكوى المتسلطة على العراق حزبيا وميليشياويا هذه اللي أغلقتها لكي تذهب إلى الانتخابات ويقولون أن العراق وعد أن يغلق هذه المخيوات ويعني تركوهم في الشوارع وفي التي تركوهم هناك مئات الآلاف من الأطفال الذين حرموا يعني خارج نطاق التعليم حرموا من التعليم العراق ضمن قوائم التعليم العالمية يعني موسيحة اسمه العراق العراق خارج كل 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 قوائم التقييمات العالمية للتعليم جامعيا وغير جامعيا هذا مستوى التعليم والكارثة الكبرى بعد كورونا بعد مجيء كورونا والعزل والذهاب إلى في كل دول العالمية الذهاب إلى التعليم عن بعود التعليم الإلكتروني ظهرت المشكلة الأكبر لأن العراق بلا خدمات أنترنيت بلا خدمات أخرى مساعدة الطلاب وخاصة في كل المدن أتحدث عن بغداء وكل مدن الجنوب والشمال والوسط والغرب كلها نسبة الذين يستفيدون من هذه الدروس العبر الأنترنيت لا يتجاوز 2% ربما ربما 1% فبالتالي ظهرت الكارثة الكبيرة وظهرت تصرب أكبر لذلك التصرب أكبر هذا وضع العراق الحقيقة تعليميا هل بلد مثل هذا يمكن الحديث به عن نجاحات وديمقراطية وحرية واستقلال وصورة جديدة وبناء ونهضة لا يمكن هذه الأحزاب وهذه الميليشيات وهذه القوى التي تتصلط على رقاب الناس رقاب العراقيين هذه قوى باغية قوى مستبدة قوى كاذبة مع الأسف الشديد تحاول خداع الناس 18 سنة من الأوهام من السرقات من الفساد من الخراب ويعدون الآن يتحدثون في حملاتهم الانتخابية نعيدكم في الانتخابات القادمة سنغير الصورة ونقدم لكم القدمات ما هذه سمعوها العراقيين في كل الانتخابات التي جرت ولم يحصدوا إلا الخيبة والخذلان فهذا وضع العراق هل يستحق العراق مثل هذا الوضع السيء والورث من هذه السلطات التي تحكم العراق ويقولون أنها قد جاءت بالديمقراطية وأن العراق قد حصل على التغيير والأمم المتحدة فاتحة مكتب وممثلية الأمم المتحدة في العراق ومنظمات دولية لا يستحون هؤلاء لا يستحي الغرب لا تستحي أمريكا من هذه التجربة العقيمة التي أوصلت بها العراق إلى قعر الهاوية لكن هو هذا المطلوب أمريكا لم تعبر الأطلسي ولم تعبر البحار وتأتي لاحتلال العراق إلا لهذه النتيجة لكي يصل العراق إلى هذا المستوى الغاية كانت من احتلال العراق والمشروع الاحتلال هو تحقيم العراقيين هو وصول العراقيين إلى هذا المستوى بلا تعليم بلا صحة بلا خدمات بلا إرادة بلا قوة فساد ينخر بهم هجرة ومهجرين وتفتت وطائفية هكذا هو حال العراق مع الأسف ومن يحكموه ليس أهله كل الحاكمين لديهم أجندات خارجية مرتبطين لكواء خارجية هي التي تدفع بهم وتحدد لهم مسار طبيعة الحكم مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بالخير ألتقيكم بحلقة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر